السلام عليكم ورحب بالجميع أجمل ترحيب كلهم باسمه وصفتي ومكانه ومكانته في المحاضرة السابقة في الأسبوع الماضي تحدثنا عن الجزء الأول من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريب والمنافسات وتكنولوجيا تحليل الحركة الرياضية وطرحنا بعض التساؤلات وأجبنا على بعضها وتناولنا موضوع تطور التكنولوجيا عبر الأجيال ووضحنا ما هي تكنولوجيا الطرف الأول تكنولوجيا الطرف الثاني وتكنولوجيا الطرف الثالث وتحدثنا أيضا عن الذكاء الصناعي وعلاقته في التدريب والمنافسات وتقنين الأحمال التدريبية ووضع خطط واستراتيجية اللعب في المنافسات الدولية سواء للأفراد أو للفروق وتناولنا موضوع الأقمار الصناعية وعلاقتها بالرياضة وعلاقتها بالتدريب والمنافسات وعرضنا بشكل سريع الأجهزة القابلة للارتداء وغلنا أن منها على مستوى المؤسسات ومنها على مستوى الأفراد وعرضنا أجهزة قياس السرعة والمسافة أجهزة تتبع النوم أجهزة تتبع اللياقة الشاملة الملابس الذكية وعرضنا بشكل سريع بعض هذه الأدوات والأجهزة وتحدثنا عن جهاز كاتابولت واستخداماته في المجال الرياضي وكيف يعطينا بيانات وداب بيانات ومعلومات ضخمة حول أداء اللاعب أو الفرق الرياضية سواء في التدريب أو المنافسات وتحدثنا عن جهاز بلاير ماكر واستعرضنا أدواته وإمكانياته والبيانات الضخمة الذي يقدمها هذا الجهاز سواء في المنافسات الدولية أو في التدريب الرياضي وموضوع اليوم هو تكمله أو الجزء الثاني من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في التدريب والمنافسات وتكنولوجيا الحركة وسوف نعطي مقدمة عن برامج التحليل الحركي ونعرض بعض البرامج مثل برنامج فايكون وبرنامج سيميموشن أنيليسيز وبرنامج دارتفش وبرنامج لايف تايج برو وبرنامج كانوفيا وبرنامج تراكر والواقع الافتراضي واستخدامه في التدريب والمنافسات وكيف تستخدم هذه البرامج في المجال الرياضي سواء بتحليل المهارة أو بتحليل المباريات وأخيرا سوف نتحدث عن طريقة الإلمام بهذه التكنولوجيا سواء كنا طلبة أو مدربين أو حكام في الأسبوع القادم إن شاء الله سوف نجيب على بقية أسئلة الجزء الأول من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريب والمنافسات سوف نتحدث عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحكيم المنافسات والسباقات الدولية باستخدام الأجهزة والبرامج الحديثة سوف نتحدث عن التطور التكنولوجي في تحكيم المباريات ونعطيء ونعرض ما هي التكنولوجيا التي دخلت إلى بعض الرياضات مثل رياضة التايك واندو ورياضة الجنباز ورياضة كرة القدم والألعاب الجماعية بشكل نعام بعد ذلك سوف نعرض تقنية الفور دي أو فور ديمينشن فكونوا على الموعد وانتظرونا الأسبوع المقبل لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى بركة الله نبدأ بشكل عام برامج التحليل الحركة تستخدم في عدة مجالات منها الطب والهندسة المعمارية والعلاقة الطبيعية ومنها صناعة الأطراف الصناعية ولا جهزة تعويضية وتستخدم في صناعة الأفلام السينمائية وصناعة أفلام الكرتون أو ثلاثية الأبعاد وألعاب الأطفال بمختلف أنواعها حيث تقوم هذه البرامج بمحاكات حركات اللاعب أو الشخص ونمدقته وعمل مجسمات وتعمل مع برامج التحليل الحركي برامج أخرى وتطبيقات أو برامج المنتاج وبرامج التحليل التشريحي موسكيلار وافتر إفك أو برامج المؤثرات وغيرها من البرامج المتعددة هذا بشكل عام وفي المجال الرياضي بشكل خاص وعظم برامج التحليل الحركي لها إمكانية العمل مع برامج وأجهزة متعددة مثل جهاز أو الإلكتروميوغراف وجهاز الفورس بلاتفورم أو منصة قياس القوة وجهاز قياس ضغط الغدم وأجهزة مماثلة أخرى حسب استخدامات ويتم ربط هذه الأجهزة كالكيميرا وإيمي جي والفورس بلاتفورم وغيرها من الأجهزة عن طريق صندوق التزامن وصندوق التزامن هذا هو عبارة عن جهاز حاسوبي صغير يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي ويقوم بتلقي المعلومات ومزامنتها مع البرنامج لتعطيك المعلومات في نفس اللحظة في نفس الأجزاء من الثانية لكل الأجهزة وطبعا يتم عمل قاعدة بيانات خاصة لهذه المجموعة من الأجهزة حتى تعمل كمنظومة واحدة وهذا ما تحدثنا عنه في الفيديو السابق عن تكنولوجيا الطرف الثالث هذا بشكل عام في المجال الرياضي تتميز هذه البرامج والتطبيقات بالعديد من الميزات التي تسمح بتحليل وتقييم الأداء الرياضي بشكل أكثر دقة وفاعلية ومن أهم المميزات إمكاني التسجيل وتحليل فيديو الحركات الرياضية تحديد نقاط القوة والضعف الأداء الرياضي إنشاء رسومات بيانية ومقاطع فيديو للحركة الرياضية ويمكن أن يؤدي استخدام البرامج والتطبيقات الحديثة في مجالة تحليل حركي المهارة الرياضية وتحليل المنافسات إلى العديد من الفوائد منها تحسين الأداء الرياضي منع الإصابة الرياضية تقليل زمن التعافي من الإصابة تحسين كفاءة التدريب وخطط اللعب خفض التكاليف وسوف نستعرض بعض هذه البرامج من أبرز البرامج والتطبيقات الحديثة التي تستخدم في مجالة تحليل الحركي للمهارات الرياضية وتحليل المنافسات برنامج فايكون هو من البرامج المتقدمة جدا والذي يستخدم في عدة مجالات منها المحاكاة ومنها صناعة الأفلام السينمائية وأيضا تستخدم في صناعة الألعاب الألعاب الإلكترونية كلعبة البوبجينغ وغيرها من الألعاب ويستخدم برنامج فايكون على نطاق واسع في مجالة الرياضة والتحليل الحركي حيث تستخدم في تتبع حركة الرياضيين أثناء التدريب والمباريات ويمكن استخدامه لتحليل الحركة البشرية وتحديد النقاط الحركية والزوايا والسرعات والتسارع وغيرها كما يمكن استخدامه لتحليل القوة والتوازن والتنسيق الحركي ويستخدم أيضا في التدريب الرياضي والبحث العلمي ويوفر مجموعة متنوعة من الأدوات لتحليل الحركة والتتبع وارتباطه بعدد من البرامج والأجهزة كل حسب تخصصه برنامج سيميموشن أنيليزز هو برنامج تحليل حركة رياضي متقدم يعتمد على التصوير ثلاثي الأبعاد ويستخدم العديد من الرياضيين والمدربين واطباء العلاقة الطبيعية في أنحاء العالم يتميز البرنامج بذقة عالية في تحليل الحركة سهولة الاستخدام إمكانية تحليل عديد من الحركات الرياضية المختلفة إمكانية مقارنة الأداء الرياضي بين الرياضيين إمكانية تحديد نقاط القوة والضعف في الأداء الرياضي إمكانية وضع الخطط التدريبية المناسبة للرياضيين إمكانية إعادة تأهيل الرياضيين بعد الإصابة إمكانية استخراج بعض الوسائل الإحصائية كالمتوسط والانحراف وعلى قيمة وأقل قيمة وغيرها من الوسائل الإحصائية وأنا عملت شرح كامل لبرنامج سيميموشن أنيليزز تودي ويعتبر هذا الشرح دورة كاملة للعمل على البرنامج وهو حصري على قناتي في اليوتيوب سوف أترك لك رابط شرح البرنامج في شاشات النهاية في نهاية الفيديو برنامج الدارتفيش هو من البرامج الشهيرة والشائعة بين الوسط الرياضي أو بين المدربين هو أحد البرامج الذي يستخدم في تحليل الأداء الخططي سواء للمباريات التاريخية أو المباريات السابقة أو للمباريات الحالية يستخدمه العديد من المدربين لتوضيح رؤية المدرب في الخطط الحالية لللاعبين وأيضا يستخدمه بعض المحللين الرياضيين أثناء تعليقاتهم على المباراة وإبراز نقاط الضعف ونقاط القوة لخطط المدربين أثناء اللعب أو أثناء المباريات بمختلف الألعاب الرياضية أيضا يستخدم البرنامج في الفيديو ريبلي أو إعادة اللقطة أو إعادة المشهد بالبطيء أو سلو موشن لمساعدة الحكام على اتخاذ القرار الصحيح أيضا البرنامج له إمكانية أخذ عدة لقطات أو التسلسل الحركي أثناء الأداء المهاري لللاعب فهو يساعد المدرب ويساعد اللاعبين في اكتشاف الأخطاء في أي مرحلة من مراحل الأداء أيضا يستخدمه المدربين في الأداء المهاري سواء في الجنباز أو في التايكوندو أو في غيرها من الألعاب لعمل تغذية راجعة لللاعبين أثناء أدائهم للمهارة لتجنب الأخطاء التي قد تظهر أثناء التعلم المهاري وحتى لا تصبح عندهم عادة حركية خاطئة في المستقبل أيضا للبرنامج إمكانية مقارنة الأداء التاريخي أو الأداء السابق في البطولات السابقة بالأداء الحالي ومستوى التطور والمقارنة الأداء في نفس الفيديو بدمج الفيديوهين معا في فيديو واحد وملاحظة مستوى التطور أو التقدم لللاعب أثناء المنافسات قبله بعد والبرنامج له إمكانيات كثيرة جدا وهو من البرامج الرائعة الذي يساعد المدرب في إعداد اللاعبين سواء في الجوانب البدنية أو في الإعداد المهاري أو حتى في الإعداد الخططي برنامج Life Tank Pro هو أحد البرامج الذي يستخدم في تحليل الأداء الخططي سواء للمباريات التاريخية أو المباريات السابقة أو للمباريات الحالية يستخدمه العديد من المدربين لتوضيح رؤية المدرب في الخطط الحالية لللاعبين وأيضا يستخدمه بعض المحللين الرياضيين في المباريات أو المنافسات يستخدم البرنامج تقنية الفيديو لتحليل أداء اللاعبين وتتبعهم وتحركاتهم ويعطينا عدة متغيرات منها كالسرعة والمسافة بين اللاعبين وأيضا يعطي رسومات توضيحية للانطلاقات لاحتلال المواقع أثناء اللعب أو تصليط الضوء على لاعب معين وتحركات أعضاء الفريق مع هذا اللاعب ومراكز اللاعبين ويساعد هذا البرنامج الكثير من المدربين أثناء الإعداد الخطط ووضع الخطة وشرحها لللاعبين ويستخدم هذا البرنامج في كرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد وغيرها من الألعاب الجماعية برنامج كونوفيا هو أحد برامج التحليل الحركي الرياضي وهو مجاني يعتمد على التصوير ثنائي البعد ويستخدمه العديد من الرياضيين والمدربين مميزات هذه البرامج مجانية الاستخدام وسهولة الاستخدام إمكان التحليل العديد من الحركات الرياضية المختلفة مقارنات الأداء الرياضي بين الرياضيين تحديد نقاط القوة والضعف ووضع الخطط التدريبية المناسبة إعادة التأهيل بعض الإصابة وبرنامج كونوفيا هو برنامج يحظى بشعبية كبيرة من الباحثين والممارسين في مجال الرياضة وهي تميز هذا البرنامج بإمكانية تحميل مقاطع الفيديو من المصادر المختلفة من الانترنت بعكس بعض البرامج وكاميرات التصوير الرقمية إمكانية تحديد الحركات الرياضية في إمكانية قياس العديد من المتغيرات الحركية مثل المسافة والسرعة والإزاحة والتسارع والعجلة والزاوية والجميل في برنامج كونوفيا أنه يدعم اللغة العربية وتستطيع من خلاله استخراج مركز تغل الجسم بالإضافة إلى إمكانية تركيب كاميرتين وإعادة اللقطة بالبطيء سلو موشن لعمل الفيديو ريب لي أو لمقارنة الأداء الرياضي لو حابين نعمل فيديو عن برنامج كونوفيا اكتبوا لي تحت في التعليقات برنامج تراكر وهو أيضا من البرامج مجانية الاستخدام وله تقريبا نفس المواصفات برنامج كونوفيا بالإضافة إلى أن البرنامج يعطيك بعض الميزات الإضافية كبعض المتغيرات البيوميكانيكية ولو حابين ننزل شرحة عن البرنامج اكتبوا لي تحت في التعليقات وبشكل عام التحليل البيوميكانيكي أو تحليل البيانات أو المعطيات data analysis هو عملية الفحص والتدقيق للبيانات وتمشيطها لتكون أكثر دقة وإعادة تشكيلها وتخزينها أيضا لنحصل ونستنبض في النهاية على معلومات يمكن على أساسها اتخاذ وتحديد القرارات ومن المتوقع أن يشهد مجال تحليل المهارات الرياضية والمباراة والمنافسات تطورا هائلا في المستقبل وذلك بفضل التطور المستمر في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز ويمكن أن تساهم هذه التقنيات في تطوير برامي التحليل المهارات الرياضية والمنافسات بشكل أكثر دقة وفاعلية مما سيؤدي إلى تحسين الأداء الرياضي ومنع الإصابات الرياضية طيب الواقع الافتراضي أو المحاكاة يستخدم لعادة إنشاء سيناريوهات اللعب وتدريبات اللاعبين وتدريب اللاعبين على اتخاذ القرارات في بيئات المحاكاة كما أنها تعطي نكهة الاستمتاع بالتدريب وتأخير ظهور التعب أثناء التدريب وتعزز عناصر اللياقة البدنية العامة والخاصة وتعزز قدرات البدنية الخاصة لللاعب أو الرياضي بالإضافة إلى أنها تعزز روح المنافسة كما أنها تحاكي بيئات اللعب أثناء المنافسة الحقيقية وتعطي ظروف أشبه بظروف المنافسة بالتالي تعزز قدرات الرياضي على المنافسة وتوجد على شكل نظارات الواقع الافتراضي وتوجد على شكل أجهزة توضع على قسم اللاعب وأيضا هناك الغرف الافتراضية أو غرف الواقع الافتراضي إضافة إلى ذلك ابتدى تقام لها بطولات محلية وفي المستقبل أتوقع أن تقام لها بطولات رسمية باستخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز بعد معرفتك لهذه التقنيات أعتقد أن سوف تتخير نظرتك للمباريات والمنافسات الدولية بشكل عام وعلوم الرياضة بشكل خاص والكل الآن يتحدث عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي فعلينا مواكبة العصر ومتابعة التطورات والمستحدثات التكنولوجية وانت تخليك دائما مطلع على كل ما هو جديد ابحث ودور واستعلم وكون فكرك الرياضي عن علمه ودراية ومعرفة لأنه هو هذا اللي بينفعك فقط هانت تشوف ليش الدول هذه المتقدمة متقدمة هتحصل المتقدمين بالتكنولوجيا مش بالبترول أو النفط أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية بتلاقيها عبارة عن تطبيقات وبرامج شوف شركة أبل تخطط قيمتها السوقية شركة أرامكو النفطية ومايكروسوفت وجوجل وأمازون وفيسبوك وتيك توك وغيرها من التطبيقات والبرامج العالم كله في صراع ومن ضمن الصراعات الصراعات الرقمية والتكنولوجيا والتطور التكنولوجي ومن يسيطر على هذه التكنولوجيا يسيطر على العالم وشئة أم أبيت لا بد أن تتأثر بهذه التكنولوجيا بالإيجاب أو بالسلم هنت لاحظ أن الدول الآن المتقدمة قاعدة تنتقل من مرحلة إلى مرحلة من مرحلة فيزياء التقليدية إلى فيزياء الكامب والجهاز اللي بين يدك أو جهاز اللابتوب يتم تطويره باستمرار والدول الكبرى تتصارع وفي سباق مستمر حول تطوير كوانتوم كمبيوتر وهذا الكمبيوتر اللي يكون خاض على الفيزياء التقليدية والكوانتوم كمبيوتر بيغير مجرى كل العلوم والتخصصات وفهمنا عن الكون وهذه التكنولوجيا سوف تزيد من قدرة تكنولوجيا الذكاء الصناعي بشكل كبير جدا والسباق اللي بين الدول لتطوير الكمبيوتر أمريكا لتطوير هذه التكنولوجيا رصدت 1.3 مليار دولار وبريطانيا 1.2 مليار واليابان مليار والصين 15 مليار والناس الآن تشتيت تنتقل من فيزياء التقليدية إلى فيزياء الكامب وما تم عرضه وسوف يتم عرضه في الأيام القادمة ما هو إلا قدمه عن تطبيقات تحليل البيوميكانيكين والتحليل الكنسولوجين أو علم الحركة وتكنولوجيا الرياضة تدريب المنافسات ورسالة أوجهها إلى كل مسؤول وإلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والاتحادات يجب توفير هذه الأجهزة وتأهيل المدربين والطلبة بشكل دوري ومستمر حتى بعد تخرجهم والاتحادات يجب أن تكون هناك دورات تدريبية على هذه الأجهزة وتأهيل المدربين ويجب أن يكون المدربين دوي تخصص لفئة معينة هذا مدرب أطفال هذا مدرب أشبال هذا مدرب ناشئين هذا مدرب شباب ويتخصص ويتعمق في تخصصه ويجب تصنيف المدربين إلى فئات عن طريق عقد دورات ومنحهم شهادات ويجب أن يكون هناك منهج واضح في التدريب لكل فئة عمرية منهج واضح للتدريب ولابد من تصنيف المدربين كما يحدث في تحكيم كرة القدم هذا حكم درجة أولى وذاك حكم درجة ثانية وذاك حكم درجة ثالثة نفس الكلام لا بد أن يحصل للمدربين حتى تكون هناك منافسة ومواكبة لكل جديد مش يقيم مدرب فقص لستعاده جديد على التدريب وقام يحط راسه براس مدرب ويضع راسه براس مدربين لهم باع في التدريب وخبرة تدريبية كبيرة من يصل إلى عشر وإلى عشرين وإلى ثلاثين سنة لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون طيب نحن كطلب أو مدربين أو حكام أو باحثين أو كل شخص يهتم بالرياضة والنشاط البدني ما هي طريقة الإلمام بالتكنولوجيا الحديثة أو بهذه التكنولوجيا من الطرق متابعة المحاضرات والندوات وحضور الدورات التدريبية وإقامة ورشة العمل التي تتحدث في هذا المجال من خبرات المحاضرين والمشاركين في هذه الدورات وعلى طريق استشارة المتخصصين في هذا المجال والمتخصصين في التسحيل الفنسولوجي أو في علم الحركة والتحليل البايوميكانيكي من أساتذات كليات التربية الرياضية متابعة مواقع الانترنت التي تتحدث في هذا المجال من خلال متابعة المؤتمرات ومن خلال متابعة المجالات العلمية وبالمناسبة أبناء الطلبة في هذا الفيديو تم تجميع المعلومة لك والبحث عن فيديوهات توضيحية وسائل توضيحية تخص الموضوع والسخدم في هذا الفيديو عدة برامج منها برامج المنتاج وبرامج هندسة الصوت وبرامج التحليل الحركي وهذا الفيديو اللي أنت قاعد تشاهده الآن هو أحد الطرق ومن الوسائل الهامة جدا ومن طرق الإلمان بهذه التكنولوجيا وهذه البرمجيات فلا تبخل على الفيديو باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك إشعار بكل جديد أو كل فيديو ينزل وما تنساش تشوف الفيديوهات السابقة وتنتظر الفيديوهات اللاحقة مع خالص مودتي للجميع دكتور جمال الوصابي